اعزائي المشاهدين في الفيديو ده هنشوف ازاي بيشترى الديجيستيف سيستيم او الجهاز الهضمي يبتدي من الفم مرورا بالإيزوفاجوس او المريء وبعدين المعدة الحامض المعدة اللي انتو شايفينه ده بتوصل درجة حمودته الى واحد على مكياس البي اتش درجة الحمودة العالية دي تقدر تدوى بعضم او اسنان او حتى بعض المعدة بيعدي الجزء الفاضل للسمال انتستن او الامعاء الدقيقة وبيمتزج الاكل بالغسارات الهضمية من الكبد والبنكرياس والامعاء بتمتص جزران الامعاء العناصر الغذائية والمياه والباقي بيعدي على الارج انتستن او الامعاء الغليزة بتحاول الامعاء الغليزة الفضلات الى ستول او براز وبعدين بيعدي على الريكتم او المستقيم وما تنسوش سابسكرايب للقناة في الفيديو ده يا جماعة هنشوف رحلة تكوين الجنين وبتبكدي لما يلتسك الحيوان المنوي بالبويدة وبينتج الكروموسومات علشان تندمج مع كروموسومات البويدة ويكونه الزايغوت بعدين بتعدي على قناة فالوب وبتوصل لليوتروس بعد الفيرتليزاشن يستمر الزايغوت في الانكسام وبيتحاول البلاستوسيست بتبقى 16 خلية وهي بتبقى اصغر من سن القلم الجاف وبتلزق في بطنة الرحم بيتشكل البرين والس بين الكورد او الدماغ والحب للشوك وبيبدأ القلب بالنبض بينبض 54 مليون مرة قبل الولادة بلاسنتة اللي بتوفر الغذاء والاكسوجين وبيزيل الفضلات من الدم عن طريق الامبريكا الكورد او الحبل السوري وما تنسوش سابسكرايب للقناة اعزائي المشاهدين في الفيديو ده هنشوف الهيومان اي اناتومي او تشريح العين البشرية تتكون العين البشرية من شبكة كراوية بتنقسم الفيتروس بادي او الجسم الزجاجي وهو شفاف وخالي من الاوايا الدموية بيملأ الفراغ ما بين اللينس او العدسة او الايبول او الشبكية يكون الجزء ده مسؤول عن الدوء واسمه الريتينا وبيحتوي على الكون اللي بتشتغل بشكل افضل في ظروف الاضاءة الساطعة والرود اللي بتعمل في ظروف الاضاءة الخافتة او بالليل الاجزاء دي مهمة لتكوين صورة من خلال سلسلة من الاشارة الكيميائية وبتحولها لمعلومات كهربائية ما تنسوش سابسكرايب للقناة